هي صورة من شأنها ضرب البيان الوزري والعلاقات اللبنانية العربية هي صورة تفعل فعلها في طورية لبنان بالصراعات الخارجية من دون الالتزام بمبدأ النأي بالنفس ففي وقت يجهد الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تشكيل حكومة تبعد لبنان عن الانهيار الاقتصادي والمؤسستي وتحفظ لبنان بعيدا عن حرائق المنطقة كان اهتمام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عكس التيار فالتقى وفدا من الميليشيات الحوثية يرأسه الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام لبحث آخر تطورات الحرب في اليمن لقاء اعتبرته السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية دليلا آخر على الدور المزعزع للاستقرار لحزب الله في اليمن يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى عن دور ميليشيات حزب الله ودعمها للحوثيين السفارة وفي تغريدة على تويتر أشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي قبل أسبوعين فقط من الجولة المقبلة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جونيف تغريدات عديدة علقت على هذا اللقاء ومنها لوزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور جارجاش الذي أكد أن أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي وأستقراره وليست بالموضوع الثانوي مشددا على أن لبنان لا يمكن أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته أتساءل جارجاش كيف تتصق سياسة نائي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي مع استقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه وبهذه التغريدات والتساؤلات وضع الأمين العام لحزب الله لبنان مرة جديدة في قلب الصراعات العربية مهددا مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج كل ذلك من أجل إيران ومصالحها ومغامراتها ترجمة نانسي قنقر